أحباء الصغار في حصة جديدة من حصص اللغة العربية بعنوان حرف الألف عنوان حصدنا لهذا اليوم يا أول حرف الألف قبل أن نبدأ يا أول في حرف الألف انظر يا أول إلى هذا الشكل هذا شكل حرف الألف حرف الألف الممدود حرف الألف الممدود أول حرف الألف كتير مغرور وكتير شايف حاله بحكي أنه أنا مستقيم وشكل حلو فمرة كان حرف الألف بمشي حرف الألف بتمشى فجأة صارت الدنيا تمطر صار في مطر حرف الألف بدأ يبحث عن مكان لحتى يختبئ فيه بدأ يبحث عن مكان بده يختبئ فيه فوجد كهف صغير وجد كهف صغير حاول حرف الألف أنه يختبئ في هذا الكهف لكن ما قدر يدخل لهذا الكهف إلا إذا بده يحني حاله فحنا حاله حرف الألف المغرور ودخل إلى هذا الكهف لما توقف المطر يا أول خرج حرف الألف من الكهف لكن لأنه حنى حاله هيك صار شكله لأنه حنى حاله يا أول هيك صار شكله فصار عنا يا أول حرف الألف الممدود حرف الألف الممدودة وحرف الألف المقصورة حرف الألف الممدود وحرف الألف المقصور إذن انظر يا أول إلى شكل حرف الألف الممدودة هي المستقيمة اللي ما فيها إنحنى حرف الألف الممدود المقصورة اللي انحنات ودخلت إلى الكهيف شوف كيف صار شكلها يا أول إذن الألف الممدودة الألف المقصورة الألف الممدودة الألف المقصورة الآن يا أول هذا الحرف يا أول اسمه ألف صوته أ اسمي ألف صوتي أ اسمي ألف صوتي أ حرف المد يأول حرف الألف من حروف المد حرف الألف يأول من حروف المد أنظر لهاي بعد أن تعرفنا على قصة حرف الألف دعونا نتعرف على صوته للألف شكلان الألف الممدودة والألف المقصورة الألف الممدودة وتشبه العصة الألف المقصورة بهذا الشكل تشبه البطة الألف الممدودة صوتها آ صوتها آ الألف الممدودة صوتها آ والألف المقصورة صوتها آ آ آ صوت الألف المقصورة أقصر من الألف الممدودة دعونا نميز هي ميز قراءة كلمة استمع إلى صوت الألف المقصورة إذن صوتها قصير أقصر من الألف الممدودة الألف الممدودة وصوتها الآن يا أول ماذا تشاهد في الصورة؟ صورة باب هيا جرب كتابة كلمة باب أحسنتم باب أين يوجد صوت حرف الألف؟ في وسط الكلمة في وسط الكلمة أحسنتم باب أحسنتم الآن يا أول أنطق آ آ آ دعونا يا أول نكتب الحروف أسفلها الألف المقصورة آ أ أحسنتم والآن يا أول أردد الكلمات منتبها إلى صوت الألف دار 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 هل تحوي كلمة دار على حرف الألف؟ نعم أين هو حرف الألف؟ في وسط الكلمة أحسنتم في وسط الكلمة رائع يا أول هيا جرد حرف الألف جرد حرف الألف يعني استخرج شكل حرف الألف أحسنتم الكلمة الثانية عامير عامير هيا أين حرف الألف؟ في وسط الكلمة أحسنتم في وسط الكلمة هيا جرد حرف الألف ألف ممدودة أحسنت رائع الكلمة الثالثة يا أول حلوة حلوة هل تحوي على حرف الألف؟ نعم تحوي الألف المقصورة حلوة هيا جرد حرف الألف يا أول أحسنت ألف مقصورة في كلمة أزهار أزهار أين حرف الألف يا أول؟ في بداية الكلمة يوجد ألف لكن وضع عليها حمزة لذلك تسمى حمزة تسمى حمزة إذن هذه ليست ألف أزهار الآ في وسط الكلمة أحسنتم ألف ممدودة ألف ممدودة رائع الآن يا أول انتقل إلى التمرين الثالث أضع دائرة حول الألف الممدودة أو الألف المقصورة أ أحسنت نضع عليه دائرة لام لا نضع عليه دائرة إلا عفوا لا نضع عليه دائرة إد لا نضع عليه دائرة آ أحسنت ألف ممدودة إي يا أحسنت تحتها نقطتين وهيك برميز بين الألف المقصورة وبين الياء في نهاية الكلمة تحتها نقطتين يا أول هون يا أول آ أحسنتم ألف مقصورة نضع عليها دائرة إل خطا آ أحسنتم ألف مقصورة نضع عليها أيضا دائرة رأيه الآن يا أول أضع دائرة حول الكلمات التي تحوي حرف الألف سلمة 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 حلوة حلوة حديقة 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 نور فادي 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 ما نار ما نار ما نار أحسنتم الآن يا أول سلمة هل تحوي حرف الألف نعم ألف مقصورة أحسنتم في آخر الكلمة نضع عليها دائرة رائع يا بطل حلوة حلوة هل تحوي حرف الألف نعم أحسنت ضع على الكلمة كاملة دائرة رائع يا بطل كلمات حديقة حديقة هل تحوي حرف الألف لا تحوي حرف الألف أنتم رائعون يا أول نور نور لا تحوي حرف الألف فادي فادي هل تحوي كلمة فادي على حرف الألف نعم تحوي حرف الألف هيا ضع على الكلمة كاملة دائرة تحوي الألف الألف الممدود عفوا أحسنتم ما نار ما نار هل تحوي حرف الألف نعم نعم تحوي حرف الألف الممدود أحسنتم يا أول رائع رائع يا أول إذن حرف الألف يأول له شكلان ألف ممدودة وألف مقصورة صوت الألف الممدودة آ طويل وصوت الألف الممدودة أ أ أ أ أ أ أحسنتم والآن يا أول انتقل إلى الكتابة أكتب أمرر قلمي ثم ألون الآن يا أول نمر القلم على هذه النقاط شكل حرف الألف ثم نلون حرف الألف بهذه الطريقة الألف الممدودة وصوتها آ الألف الممدودة وصوتها آ أحسنتم الألف الممدودة وصوتها آ رائع يا أول الألف المقصورة تتبع النقاط يا أول بهذا الشكل أحسنتم ثم قم بتلوين الألف المقصورة وصوتها آ هيا اكتب الألف المقصورة بهذا الشكل تنزلها تحت السطر وبنطلع رائع يا أول الآن يا أول عندنا تمرين صغير وبسيط وحلو لحرف الألف انظر يا أول عندي أول مجموعة من الكلمات مجموعة من الكلمات كلمات تحوي ألف ممدودة وألف مقصورة الآن يا أول بدنا نميز بين الكلمة التي تحوي الألف الممدودة والكلمة التي تحوي الألف المقصورة انظر بهذا الشكل الكلمة الأولى كلمة سلوى 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 ما شكل حرف الألف فيها يا أول ألف مقصورة ألف مقصورة أحسنتم نضعها في خانة الألف المقصورة رائع يا أول والآن ننتقل إلى الكلمة الثانية كلمة دار كلمة دار تحوي حرف الألف؟ نعم في وسط الكلمة ما شكل حرف الألف؟ ألف ممدودة رائع ألف ممدودة أحسنتم إذن ألف ممدودة نضعها في جيب الألف الممدود رائع يا أول الآن كلمة حلوة حلوة هل تحوي ألف؟ نعم ألف مقصورة في آخر الكلمة هيا هل نضعها هنا؟ لا نضعها عند الألف المقصورة أحسنتم نار نار رائع يا بطل نضعها عند الألف الممدودة تحوي ألف ممدودة أحسنتم والآن كلمة فدوة 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 تحوي على الألف المقصورة الألف المقصورة وصوتها أ الألف المقصورة ها هي الألف المقصورة أحسنت رائع كلمة سارة سارة نضعها عند الألف الممدودة الألف الممدودة وصوتها آآ طويل أحسنتم لهون يا أول نكون أنهينا هذه التمارين الآن ننتقل إلى دوسية اللغة العربية دوسية اللغة العربية ورقة عمال حرف الألف حرف الألف الآن يا أول في هذه الصفحة يا أول كتبنا قصة الألف الممدودة والألف المقصورة كتبت قصة قصيرة لاستخراج الألف المقصورة من هذه القصة الآن يا أول السؤال الأول استخرج من النص كلمات تحوي الألف الممدودة بدنا نعمل تتبع لكلمات الدرسي أول طبعا بمساعدة ماما بمساعدة ماما يا أول بدنا نقرأ الكلمات بدنا نستخرج الألف الممدودة لاحظ يا أول أنه الألف الممدودة ما بيكون عليها همزة اتفقنا انظر يعني كلمة فبدأت ما بنعتبرها ألف ممدودة بنعتبرها همزة لأنه عليها أصلا همزة الألف الممدودة ما بيكون عليها أي شيء وما بتيجي في بداية الكلمة لأنه بتيجي التعريف بتيجي مع التعريف الآن يا أول انظر إلى كلمات بشكلها بشكلها تحوي على ألف ممدودة بدنا نحط دائرة على الكلمة كاملة ونقولها يا أول في الفراغ استخرج من الناس كلمات تحوي الألف المقصورة بدنا نستخرج من الناس كلمات تحتوي على الألف المقصورة ليلة عليمات ليلة بدنا ننقل هذه الكلمة إلى الفراغ الآن يا أول موجود عند الألف الممدودة وصوتها لونها الألف المقصورة وصوتها لاحظ يا أول أن صوت الألف المقصورة أقصر من صوت الألف الممدودة ننتقل إلى السؤال الثاني ضع دائرة حول حرف الألف مجموعة من الحروف بدنا نحط دائرة على حرف الألف وبدنا يا أول نكون متذكرين أنه إلى شكلين في بداية إلى شكلين يا أول ألف ممدودة وألف مقصورة السؤال التالي يا أول ضع دائرة حول الكلمات التي تحوي حرف الألف في عندي كلمات أول بدنا نحط دائرة على الكلمة التي تحوي حرف الألف إذا كانت الممدودة أو المقصورة الآن يا أول انتبه إلى هذا التمرين ميز الكلمات التي تحوي الألف الممدودة والألف المقصورة ثم أكتبها الآن يا أول عندي هون جدوال في خانة الثانية أول الخانة الأولى فيها الألف الممدودة صوتها أ والألف المقصورة وصوتها أ الآن يا أول بدنا نميز الكلمة التي تحوي الألف المقصورة من الكلمة التي تحوي الألف الممدودة الكلمة الأولى سلمة على ماذا تحوي؟ على ألف مقصورة بدنا ننقولها يا أول في خانة الألف المقصورة وكلمة واسع تحوي الألف الممدودة واسع تحوي الألف الممدودة بدنا ننقولها تحت الألف الممدودة لهون يا أول منكم أنهينا تمارين الكتاب بإذن الله تعالى يعطيكم العافية الرجاء منكم يا أول حل تمارين الكتاب ودوسية الطالب وإرسالها على الواتس أو طريقة التواصل بين المعلم والطالب يعطيكم ألف حافية